او رفضت بشكل صريح الحوار مع جماعة الاخوان المسلمين او من يمثلهم من قيادات وصفتهم تحديدا بمصاصي الدماء دول كان في وقت من الاوقات حضرك في مجلس الشعب وكنت بتقعد معهم وكان في حوار طبعا زي ما انت حضرتك هل كنت تاري ان الاخوان المسلمين بهذا السوء قبل ذلك قبل ان يمارس السلطة وتقع في ايديهم بتأكيد لا نخلي رأيي لنفسي الممارسة الحقيقية اللي احنا شفناها استخدام العنف والارهاب قتل الامنين في مناطق كثيرة على ارض مصر بتأكيد اجعل من هؤلاء مصاصي دماء وقتل ايه استاذ مصافة بصحيك يعني سياسي مخضرم وقارئ لانسانيخ جيدا هل تعتقدي تعرف جماعة الاخوان المسلمين وتعرف مبادئهم وابجدياتهم والمحنة وما الى ذلك يعني فاكيد حقيق عندك معلومات سياسية وتاريخية عربيها الجماعة لا معلش هم قالوا انهم اقلعوا العنف من الستينات قالوا انهم اقلعوا العنف ولغوا التنظيم الخاص وما عادش ده موجود للأسف الآن اصبحت لديهم ميليشيات عسكرية ولديهم اسلحة نراها الآن في مواقع كثيرة خرجونا بها وحتى وهم موجودين في مناطق تظاهراتهم هناك سلاح وهناك تعمد لاستخدام هذا السلاح وازن انك انت شفتي الشخص اللي ماشي جنب الدبابة من كام يوم واطلق الرصاص وقتل اخواني زيه لكن لكي تلصق التهمة بالجيش المصري وعشان كده في الفترة الانتقالية بالتأكيد فيه ملفات كتيرة جدا لابد ان تفتح ولابد ان نسمع رأي الجهات المعنية وكويس النهاردة ان النيابة بدأت تفتح ملفات السجون وهتفتح ملفات تانية في الفترة القادمة